موسيقى أعزائي التلاميذ مرحبا بكم كما تعلمون التولد إلى الكائنات الحية هو وظيفة تمكن من نقل حياة عبر الأجيال وتهدف هذه الأخيرة إلى استمرارية الحياة والحفاظ على التنوع وباعتبار النباتات كائنات حية على اختلاف أنواعها قادرة على التولد الجنسي مثلها مثل الحيوانات والإنسان إذن كيف تؤمن هذه الأخيرة تولدها الجنسي علما أنها تابتة في مكانها ولا تتنقل إذن للإجابة على هذا السؤال تابعوني خلال هذا الشريط سوف نقتصر على دراسة التولد الجنسي عند النباتات الزهرية التساؤلات التي يمكن أن نطرحها هي كالآتي أولاً كيف يتم التولد الجنسي عند النباتات الزهرية ثانياً ما هي الأعضاء المتدخلة في هذا التولد الجنسي ثالثاً أين وكيف يتم الإخصاب عند النباتات الزهرية رابعاً كيف تتحول الزهرة إلى تمر للإجابة على هذه التساؤلات لنتابع معاً أولاً لنتعرف على مكونات الزهرة تتكون الزهرة من الأجزاء الآتية أولاً الكأس أو الشمراخ الزهري ويتكون من السبالات ثانياً التويج ويتكون من البتلات ثالثاً الأسدية وتتكون من جزئين المئبر والخيط رابعاً المدقة وتتكون من ثلاثة أجزاء الميسم، القلم والمبي بعدما تعرفنا على مكونات الزهرة سوف نقوم الآن بالكشف عن الأعضاء المتدخلة في التولد الجنسي عند النباتات الزهرية لذلك سوف نقوم بتجربة الآتية خلال التجربة سوف نقوم بدراسة أربع حالات الحالة الأولى لدينا زهرة نأخذ فرشات ونقوم بفرق الزهرة ثم بعد مرور خمسة عشر يوماً نلاحظ النتيجة المحصل عليها النتيجة المحصل عليها تحولت الزهرة إلى تمرة الحالة الثانية بالنسبة للزهرة في الحالة الثانية سوف نقوم بتخطية ميسم المدقة ثم بعد ذلك نأخذ الفرشات ونقوم بعملية الفرق بنفس الكيفية السابق بعد مرور خمسة عشر يوماً لم تتحول الزهرة إلى تمرة وإنما دبلت وماتت الحالة الثالثة خلال هذه الحالة لدينا زهرتان بالنسبة للزهرة الأولى سوف نقوم بنزع المدقة ونترك الأشتية أما بالنسبة للزهرة الثانية سوف نترك المدقة ونقوم بنزع الأشتية ثم بعد ذلك نأخذ فرشات ونقوم بفرق أشتية الزهرة الأولى ثم بعد ذلك نفرق الزهرة الثانية سوف نركز على النتيجة الملاحظة على مستوى الزهرة الثانية إذن بعد مرور خمسة عشر يوماً تحولت الزهرة الثانية إلى تمرة الحالة الرابعة خلال هذه الحالة كذلك لدينا زهرتان بالنسبة للزهرة الأولى سوف نقوم بنزع الأشتية ونترك المدقة أما بالنسبة للزهرة الثانية فسوف نقوم بنزع المدقة ونترك الأشتية بعد ذلك نأخذ فرشات ونقوم بفرق الزهرة الأولى ثم نمر إلى فرق الزهرة الثانية بنفس الكيفية السابق سوف نركز كذلك على النتائج المحصل عليها على مستوى الزهرة الثانية بعد مرور خمسة عشر يوماً لم تتحول الزهرة إلى تمرة وإنما دبلت وماتت الآن سوف نقوم بتفسير النتائج المحصل عليها بالنسبة للحالة الأولى والثانية من التجربة التساؤل ليطرحوا نفسه وهو لماذا تحولت الزهرة في الحالة الأولى إلى تمرة بينما الزهرة في الحالة الثانية لم تتحول إلى تمرة وإنما دبلت وماتت السبب وراء تحول الزهرة الأولى في الحالة الأولى إلى تمرة راجع إلى وجود الأستية والمدقة معاً داخل نفس الزهرة وبعد القيام بعملية الفرق انتقلت حبوب اللقاح من مئبر الزهرة إلى ميسم الزهرة تسمى هذه العملية بعملية الأبر المباشر أي نقل حبوب اللقاح من مئبر الزهرة إلى ميسم نفس الزهرة أما فيما يخص الحالة الثانية السفب وراء عدم تحول الظهرة في الحالة الثانية إلى تمرة راجع إلى تغطية ميسم المدقة الذي حال دون انتقال حبوب اللقاح من المئبر إلى الميسم بالرغم من القيام بعملية الفرق وبالتالي دبلت الظهرة وماتت أما فيما يخص الحالة الثالثة السفب وراء تحول الظهرة الثانية إلى تمرة بالرغم من نزع الأشتية راجع إلى نقل حبوب اللقاح بواسطة الفرشات من الظهرة الأولى إلى الظهرة الثانية تسمى هذه العملية بعملية الأبر غير المباشر أي نقل حبوب اللقاح من مئبر ظهرة إلى ميسم ظهرة أخرى نستنتج من خلال تفسير النتائج المحصل عليها أن السودات مفرد الأشدية هي العضو التناسلي الذكري ويحتوي على حبوب اللقاح وتعتبر المدقة العضو التناسلي الأنتوي وتحتوي على البويضات بعدما كشفنا عن الأعضاء المتدخلة في التولد الجنسي عند النباتات الزهرية نمر الآن للتعرف على ظاهرة الأبر وأنواعه عند النباتات الزهرية يسبق الأبر الإخصاب وهو نوعان أبر مباشر وأبر غير مباشر يكون مباشرا إذا تم نقل حبوب اللقاح من مئبر ظهرة إلى ميسم نفس الظهرة كما رأينا في الحالة الأولى من التجربة ويكون غير مباشرا إذا تم نقل حبوب اللقاح من مئبر ظهرة إلى ميسم زهرة أخرى كما رأينا في الحالة الثالثة من التجربة نمر الآن للتعرف على عوامله حسب نوع الناقل المستعمل في نقل حبوب اللقاح نميز العديد من الأشكال عن طريق الحشرات سدخل الحشرات في نقل حبوب اللقاح مثل النحل يعتبر النحل أهم ناقل لحبوب اللقاح فيما يخص نقل حبوب اللقاح من طرف النحل فإن هذه الأخيرة أثناء جولتها داخل الحقول بحثا عن الغذاء وبحثا عن الرحيق من زهرة إلى أخرى فهي تقوم بنقل حبوب اللقاح بشكل عفوي أثناء تواجدها في قلب الزهرة وهكذا تقوم بعملية الأمر ثم عن طريق الفراشات الطيور عن طريق الرياح حركة الرياح تؤدي إلى اهتزاز أوراق الأزهار وهذه الاهتزازات تسمح بتناطر وانتشار حبوب اللقاح عن طريق الإنسان يتدخل الإنسان في عملية الأبر وذلك باستعمال أداة كالفرشات كما رأينا في التجربة أو أداة أخرى تسمح بنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى زهرة أخرى أو داخل نفس الزهرة بعدما تعرفنا على ظاهرة الأبر وأنواعه نمر الآن لتابع مصير حبة اللقاح عندما تصبح حبة اللقاح على اتصال بميسم الزهرة تنمو بإنتاج أنبوب يسمى أنبوب اللقاح يسمح للمشيج الذكري بالتنقل نحو المشيج الأنتوي للإتقاء به داخل الكيس الجنيني حيث يتم اتحاد نواتيهما لإعطاء بيضة تسمى هذه الظاهرة بظاهرة الإخصاب عند النباتات الزهرية بعد الإخصاب تحول البيض إلى بذرة ويتحول المبيض إلى تمرة وبهذا أعزائي نكون قد أنهينا وحدة التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية نضيب لكم موعدا آخر مع وحدة التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر